قال تسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولم سميت حواء بعد ذلك سنقف عند هاي المفردة لماذا طبعا في القرآن لم يرد كلمة حواء وإنما في النصوص الرواية أصلا معنى حواء ما هو فقط اقول لك من باب الجملة اشتقاقها من حية بعد ذلك سيئة ايبالي لا هذا كلها مدروس عزيزي انت تتصور هذه جزافيا سميت حواء اشتقاقها ماذا ولهذا الروايات ام قالت يا جنو حيته باطنها جنو حيته ظاهرها ما هو على صورة الانسان حتى يستطيع ان يسكن الي هاي موجودة في النصوص هذا بحثه ان شاء الله في اشتقاق حواء سيأتي لانه المفارضين هماتي ان القرآن من يقول ادم مراد منه شنو شنو مراد ادم من هو ادم ها الجواب ذلك مع انه لم يثوت باي دليل في القرآن بشكل عام كلما ذكر ادم يريد منه شنو والشاهد على ذلك قال يا بني ادم بني ادم يشمل الاناث لو ما يشمل لعد لماذا تقول ادم ذكر من ان جئتم بهذا المعنى ولكن المنطق والرؤية الذكورية تقول لك ادم منه ادم يعني الانسان ادم يعني ماذا البشر وعصى ادم ربه لان المنطق ذكوري تصوروا ادم ابو البشر اللي نبي الله مولانا وعصى الانسان ربه طبيعي حصى ما هو الانسان يعصي او لا يعصي بعد لا نحتاج كتاب تنزيل الانبياء افدا لا نحتاج هذه ابحاثه ستأتي قرآنية قال قال حواء ولسمي حواء قال لانها خلقت من شيء حي يعني خلقت ممن ها من ادم وادم حي لو ليس بحي يعني من الذكر الحي من الذكر الحي قال لانها خلقت من شيء حي جي